بدأت تشرين كان هو السبب الأساسي لوجودها الحكومة بدأت محاولة فاشلة من رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي للركوب على ظهر ثورة تشرين التي وصفها بأنها السبب الأساسي لوجود حكومته متناسيا هتافات المتظاهرين الرافضة له والمنددة بتكليفه آنذاك خلفا لعاد العبد المهدي كونه يمثل امتدادا للمنظومة السياسية الفاسدة التي دمرت العراق الكاظمي الذي وصف حكومته بأنها حكومة حل وليست حكومة أزمات لم يف بأي من وعوده التي قطعها على الرغم من مرور خمسة أشهر على تسلمه منصبه فقد تصاعد نشاط الميليشيات وزادت وترة الاغتيالات للناشطين والهجمات على البعثات الدبلوماسية مع استمرار تفشي الفساد في مؤسسات الدولة ووصول خزينة البلاد إلى حافة الإفلاس الكاظمي حاول العصف على وتل الأزمة المالية الخانقة التي وصفها بأنها الأكبر في تاريخ العراق لتبرير لقاءاته وتعاهداته لأمريكا مؤكدا أن واشنطن وبقية البعثات العربية والأوروبية أبدت قلقها من تكرار الهجمات ولفت إلى أن تبعات انسحاب هذه البعثات فيما لو حصل ستكون كارثية على العراق الذي لا يستطيع مواجهة العزة الدولية لا سيما وأن واردات النفط تتعلق بالولايات المتحدة وما زالت أغلب ودائعه لديها واتهم الكاظمي شركائه في العملية السياسية بأنهم انقلبوا على أمريكا التي أوصلتهم لحكم العراق وأنهم اليوم ينتقدونها في العلن بينما يخنعون لها في الغرف المظلمة اللي يزاودون على العلاقات مع أمريكا أذكرهم وبعضكم قبل سقوط صدام عسين روحتوا لبيت الأبيض وطلبت المساعدة بإسقاط صدام عسين ليش يسنقلبتو أمريكا يجب أن نحترف وقعت فيه أخطاء كبيرة خلال مرحلة الاحتلال للعراق لحد ألفين داعش ولكن يجب أن نحترف أمريكا ساعدتنا بالسقوط أو بإسقاط نظام صدام عسين بعض السياسيين بالعالن يطلع يعيش على أمريكا هوز وبالغرفة المظلمة ينطي الخنوء تصريحات الكاظم الجديدة لم تختلف عن ما سبقها من توصيفات عائمة وتعهدات متكررة لا تصف أصل الداء ولا تعمل على إيجاد الدواء ليثبت الرجل مرة أخرى أن حكومته ما هي إلا امتداد لما سبقها من حكومات وإن اختلفت في الشكل وأن خيار اقتلاع نظام المحاصصة الطائفية بالكامل هو الخطوة الأولى لإنقاذ العراق وإعادة مساره إلى السكة الصحيحة